مرحبا بكم إلى موضوع جديد وموضوعنا الآن هو على الـ Question الـ Question هو السؤال حقيقة أنه بعدما الطالب يتقن تماما استخدام الفاعل I وهي وشي وإت ويو وذي ووي ثم يفهم كيف يستخدمهم ويكون جملة He is a doctor She is married هي متزوجة وهكذا من الطبيعي أنك تريد أن تحول جملةك هذه إلى سؤال لأننا نحتاج أن نسأل في حياتنا ما معنى السؤال؟ السؤال هو أن تحول الجملة بدل ما كانت هي في لندن هذه جملة مثلا She is in London تريد أن تحولها إلى سؤال هل هي في لندن؟ هل هم دكاترة؟ هل لندن جميلة؟ هل أنت فلان الفلاني؟ هل أنت مريض؟ أسئلة نريد أن نسأل إذن كيف نحول الجملة إلى سؤال بطريقة جدا سهلة؟ اتبعوني هنا مثال أيام جميل واحد يقول أنا قرأتها كلمة أخرى وتوقعت أنها لها معنى طالما تنظر إلى الحرف الأول فتجده حرف كابتل فأعرف أنه اسم ولا تتعب نفسك للبحث عن ترجمة في جوجل أو في القواميس عن معنى هذه الكلمة خلاص الحرف الأول كابتل ليس له معنى وهو الغرض من أن يضعوا الحرف الأول كابتل من الكلمة هم يريدون أن يخبروك أن هذا اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم دولة فلا داعي لأن تبحث عن معنى لها لأنه لا يوجد معنى لها أنا جميل السؤال منها يعني أنت تريد أن تحول هذه العبارة إلى سؤال البعض يقول كيف أحولها إلى سؤال يعني هل أنا جميل؟ نعم بالضبط أنت ستعكس فقط ستضع هذا هنا am i جميل واحد يقول أنا مش مستوع أنا جميل يعني أنت افترض أن أنت يعني أحدهم قال لك أنت غبي فأنت تريد أن تسأله وتقوله هل أنا غبي؟ تسأل من حولك يا محمد يا صديقي يا فلان هل أنا غبي؟ كيف تسأل السؤال هذا بهذه الطريقة am i am i am i جميل am i stupid هل أنا غبي؟ يعني بهذه الطريقة أنت بتسأل السؤال طبعا أيضا ممكن تكون أنت مثلا بتلعب دور في مصرحية فيقولك أنت اسمك جميل وأنت اسمك محمد فتسأل وتتحب تسأل وتتأكد هل أنا جميل؟ يعني خلاص أنا اسمي جميل am i جميل؟ yes you are جميل نعم أنت جميل وأنت مختار نبحث الجملة الثانية she is married هي تكون متزوجة كيف نحول هذه الجملة إلى سؤال يعني نريد أن نقول هل هي متزوجة؟ فتصبح is she is she married يعني أنت لو لاحظتوا أن العملية فقط أنك بتعكس يعني بتجيب هذا هنا بس مع أنك لا تنسى أن تضع الحرف الأول كابتل أن هذه قاعدة we are sad نحن نكون حزينين نريد أن نحول إلى السؤال ونقول هل نحن حزينين؟ نحول نفس الجملة نريد أن نحول نفس الجملة كل جملة تتحول إلى سؤال فتصبح are we sad لا تنسى أن تضع علامة الاستفهام لأنه في كل سؤال لا يميزوا أن السؤال إلا بعلامة الاستفهام البعض يقول مش مهم يا أستاذ مرد جدا مهم في الإنجليزية في المدارس بيركزوا عليها في الاختبارات فخذ بالك you are in the class هذه جملة عادية أنت تكون in the class وقد تترجم أنتم تكون في الفصل لأن اليوم معناتها أنت أو أنتم واحد يقول كيف أعرف حسب الحوار لأنه أنا أمكن أقول لك you وأقصد بها أنت أو أقول you وأقصد بها أنتم وهذه أيضا درسناها في ضمير الفاعل المهم هنا يهمنا كيف نحول نفس كل جملة نحول كل جملة إلى سؤال فهنا بنعكس are you يعني بنعكس نفس ما عكسنا كل الجمل سيتم عكسها are you هل أنت في الفصل ينزل كل شيء كما هو the woman المرأة is tall المرأة طويلة نريد أن نحول هذه الجملة ونحولها إلى السؤال ونقول هل المرأة طويلة؟ هل المرأة طويلة؟ هل أنت في الفصل؟ هل نحن حزنين؟ هل هي متزوجة؟ هل أنا جميل؟ هل أنا غبي؟ مش عارف سأل نفسك the woman is tall is شوف البعض متعود أن يحول الجملة إلى السؤال مع الفاعل I وهي وشي وإيت ويعكس لكن هناك جمل قد لا تبدأ بفاعل قد تبدأ the woman the fox الثعلب the students الطلاب كندا أمريكا United States the car ممكن تبدأ الكلمة بما ينوب عن الفاعل مش كل الكلمات بتبدأ يا أخواني يا أخواتي مش كل الجمل تبدأ بفاعل مش فقط I وهي وشي وإيت ويو وذي ووي ممكن تبدأ الكلمة بما ينوب عن الفاعل بما ينوب عن الفاعل كيف يكون يا أصن Navar يعني ذوما هي بدل كلمة ش يعني أنا ممكن أقول ش ممكن أقول ذوما المرأة طب ممكن أحطهم الإثنين دوما شي أو شي دوما لا 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 هذا أنا لاحظ كثير من ربط الله بيغلطوا فيها فيكتب شي دوما لا ما هو تختار يا شي يا دوما يا عبد الله أو هي يا فاطمة يا شي بس ما تحطش الاثنين مع بعض غلط طيب ركزوا هنا هنعكس بس من هنا من بعيد يعني وينزل دوما هنا إز دوما وتنزل طول أصبحت هل المرأة طويلة بدل ما كانت المرأة طويلة هل المرأة طويلة الجملة التالية The fox الثعلب is dangerous الثعلب خطير Dangerous يعني خطير نريد أن نسأل هل الثعلب خطير يعني نريد أن نحول نفس الجملة إلى السؤال فتصبح Is the fox ركزوا أنه Fox وليست Fox The fox يعني الإزجاد هنا Is the fox dangerous وعلى هذا الحال The students الطلاب are smart أذكياء أنتم smart أذكياء إن شاء الله نريد أن نحول إلى السؤال هل الطلاب أذكياء ابحث عن الـ وضعه في البداية are the students هل الطلاب smart أذكياء ولا تنسى علامة الاستفهام أخيرا canada is beautiful أحدهم يقول لك كندا جميلة canada is beautiful أنت تريد أن تسأل هذه جملة بس أنت تريد أن تحول إلى السؤال هل كندا جميلة هل لندن جميلة هل فاطمة جميلة بتسأل أسئلة فتبحث عن الـ is بتعكس is canada beautiful إذن باختصار أنت معاك الأفعال على المدى والis والare تبحث عنهم في الجملة ثم تقوم بعملية عكسية يعني هنا I am أنا عكست الآن ثم قمت وضع الآي هنا she is وضعت الآي ثم وضعت الشي بدل she is is she بدل ما كانت هي تكون أصبحت هل هي تكون we are نحن نكون are we you are are you هل أنت تكون وعلى هذا الحال بدل ما كانت the woman is المرأة تكون is the woman هل المرأة تكون هكذا دائما طبعا هذه نقطة جدا مهمة أريد أن يعني أوضحها للطلاب لا يكفي أنك تفهم بس فقط الدرس بهذا الشكل صحيح أن الدرس بسيط والعملية كلها قد يقول يا أستاذ مراد أنت مكبر الموضوع خلاص يعني أنا بعكس الجملة وانتهى الموضوع كلامك صحيح لكن ركز معي أنت عندما تريد أن تتحدث باللغة الإنجليزية مع شخص فتريد أن تسأله فتقول له مثلا هل أنت أمريكي هل أنت متزوج هل أنت مثلا غني هل أنت فقير هل أنت موظف هنا هل أنت دكتور فلا يعرف كيف يسأل السؤال صح أو لا فإذن أنا أريد أن أوضح لك أن عملية السؤال بتأتي أنك في البداية بتأتي يعني بجملة بتخطر أصلا جملة أصلا الموضوع جملة ثم تقوم بعملية تحويله إلى سؤال عن طريقة العكسية يعني أنا لو أمامي شخص أمريكي أو دكتور وأريد أن أسأل هل أنت دكتور فأأتي بأصل الجملة اللي هي you are a doctor ثم أقوم بعملية عكسها are you a doctor أنا لو أردت أن أقول لك مثلا هل هذا مثلا مطعم ومطعم معناته restaurant restaurant أنا أردت أن أسألك هل هذا مطعم أنا في الأول عشان أكون السؤال لازم أحضر الجملة يعني أقول this is هذا يكون مطعم عشان أحولها إلى سؤال ماذا أعمل كما أخبرتكم is this restaurant is this restaurant وعلى هذا الحال أي جملة أو أي سؤال أنت تريد أن تسأل لابد أن تعرف أن أصله كان جملة ثم أحوله إلى سؤال وإذا أنت مثلا خطرت على بالك أسئلة كثيرة مش عارف كيف تحولها إلى أسئلة أصل الموضوع اللي هي سهلة كالموضوع كله حوله إلى جملة ثم من الجملة ستتضح لك أنك تعكس ويصبح الموضوع سهل جدا وأعتقد يعني عملية بسيطة فكر في جملة مثلا ليلة is sick ليلة مريضة تمام أنا أريد أن أسأل هل ليلة مريضة أنا خطر على باري سؤال هل ليلة مريضة فتأتي بأصل الجملة ليلة is sick مريضة اعكسها is ليلة sick هل ليلة مريضة هي ملاحظة مهمة جدا لا يركز عليك كثير من الطلاب كيف أنك أنت لما تحب تسأل لا يكفيني أنك تستوعب الموضوع العملية بسيطة أنك تعكس مش شغلانة لكن أنا أريدك أن تستوعب الموضوع لك أنت عندما تتحدث لغة إنجليزية عندما تريد أن تكون سؤال لا تتوقف ولا تقف محتار لا تعرف لا إذا أردت أن تكون سؤال كما أخبرتك يعني هاتي أصل الجملة ثم حول الجملة إلى سؤال ستصبح عندك العملية بعد كذا مع التعود عملية بسيطة جدا وعقلك يقوم بعملية تكوين السؤال مباشرة شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أن توفق النجاح لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا أنكم تحطوا لايك ولا تنسوا أنكم تتابعوني على الفيديوهات القادمة حتى ننتهي من المستويات المبتدئة وننتقل إلى المستويات المتقدمة وستجد فرق كبير في لغتك الإنجليزية شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء إلى مقطع آخر اشتركوا في القناة